بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين النهاردة الكنيسة بتحتفل بدخول المسيح إلى أرشليم زي ما شفته في دورة الأناجيل 12 إنجيل وزي ما كل الألحان وكل الإرياب بتقول المسيح داخل أرشليم أرشليم دي بتلمز إلى قلبي وقلبك يعني ببساطة المسيح بيقول عايز أدخل قلبك سؤال بسيط وصريح هل أنت هتفتح قلبك لربنا ولا هتقوله لأ هتقوله لأ طبعا يتفضل بس الحقيقة فيه شروط فيه حاجات بتقول أن أنت فعلا صادق في كلامك ولا تعالوا نشوفوا القصة نفسها اللي سمعناها لوقتي حالا أنه المسيح قال لتنين من تلميذه روحوا البلد ثم كانوا ماشيين في الطريق رايحين على أرشليم عدوا على قرية اسمها بيت فاجي قالوا ما هتخشوا أول ما تخشوا في البلد هتلاقوا فيه أتان وجحش ابن أتان مربوطين مع بعض ففكوهم الاثنين دول وهتوهم لو حد قال لكم أنتوا بتعملوا إيه قولوا لهم الرب محتاج لهم وهنا السؤال لو كنت أنت مكان الاثنين دول تسمع الكلام ولا هتقول بس يعني إزايش هرى هروح كده بلد وادخل فيها واخد أتان لأنسى الحمار وجحش وامشي زيع يعني تخيلوا أحد الأباء الكهنة من الكنيسة هنا عندنا أبونا مثلا داود معروف وموثوق في مياه في المية قال لك يا فلان روح هتلاقي في ركسي في كلب مربوط عند المحل الفلاني فكه وتعالى هتسمع كلامه أهدى أبونا مضمون ومعروف مش يضحك عليك ولا تقول لا بس بالعقل إزاي يعني يا الله هقول حاليا حرامي يمسكون بلاش يقبضوا علي ويسلبوني للبوليس حيضربوني علقة طب بس إزاي يعني ما هم هي كلام مش منطقي فعلا هو كلام مش منطقي وبعدين حاجة نفسي الله طب أنا معرض هيمسكوني يضربوني الله طب أنا إزاي يعني حاجة إن فيه حاجات كتير هتعطلني وهيكن ليه الاتنين دول أطاعوا طاعة ضد العقل إزاي أخضاع عقلهم لربنا وقالوا حاضر إزاي لأنهم حبوا رب حبوا رب يسوع وأمنه ووثقوا أنه هو كلامه صح خلي بالكم ده المسيح يسوع ماشي بالجسد مش ربنا في مجده لا ده في صورة مطدعة جدا زي ما حضرتك بتقرأ كتاب المقدس اللي بنقرأ الوقتي ولقيت آية الآية لقيتها صعبة شوية هتنفسها هتقول حضر ولا هتقول لأ هنا يبان بقى أنت ابن ربنا وعايز يدخل قلبك ولا لأ عندك سعدات طاوع ما هي الطاعة هي الطاعة هي قبول أمر أنا غير مقتنع به ولو مقتنع أنا هعمله وأنا أستنىكم ما أنا طبيعي هعمله لكن كني أقول حاضر على حاجة أنا مش مقتنعة بيها هي اسمها الطاعة الطاعة دي شرط أساسي للطريق مع الله للسير مع الله تعالوا كدوا مثلا تشوفوا واحد زي آدم اتطرد من الجنة وهو مطلوط من الجنة المسيح ربنا يسوع عظي ظهر معاه ازاي إنه ربنا قاله تعالى ودبح حيوان قالوا إيه الورق اللي انت حطوا ده على جسمك ده انت وحوة وأدبح حيوان وسلخوا وخدوا الجلد وعملهم أقمصة وقالوا بقى هو ده اللي يرضيني تتبه الحيوان ده ويظل آدم بعد خروجه مطلوطا من الجنة دايما يقدم الزبيح الحيواني ويحكي لنا كتاب المقدس بقى كده بقى أن لسلم الموضوع ده من آدم وكل من بعده أنه بدون سفك دم لا تحصل مغفرة وهبيل سمع الكلام أطاع ليه قاله ما هو أبو يا آدم قال أن ربنا قال له كده خلاص يبقى أنا بعمل دبايح وأدم جه ربنا وقال هبيل قاين تعالوا قالوا له أيوة يا رب قالوا من عايز تقدموا لي قرابين تقدمه حلو اللحظ هبيل عمل إيه اللي سمعوا من أبو اللي هو الطريقة اللي ربنا علمها جاب غنماية ودبحها وقدمها لربنا قاين قال هنوع بقى الكلام بتاع بابا ده و بتاع ربنا مش مهم يعني الله شوية زرع أنا فلاح و بشتغل في الغيط يا شوية زرع يكف يعني لازم مش شكل اللي قاله ربنا يعني لازم حيانه نتباحه واخد الزرع وقدمه فربنا قبل زبيحة هبيل والقاين قالوا لا قاينة غاز اللي ليه ده انت ما طوعتش انت عملت لي في دماغك تتغاز ليه لا ما كنت عايز ربنا يقبل حاجة انت مش عايز تطوع فيها بعدين ربنا ينبه وقال له يا ابدي خلي بالك عند الباب خطيئة ربي ضو إليك اشتياقها وأنت تسود عليها خلي بالك في خطيئة تقع فيها ما سمع الكلام وقام وات الاخو ما يحصل هذا الطاعة هي طريق القديسي نوح بعد سنين جه نوح ده وربنا قال للعالم فسد يا نوح اعمل فلك فلك دي مركب بتعمل بتعمل جنب البحر لا 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 في وسط الأرض وعد اعمال ناس هيقولك بتعمل ايه قل لهم أنا بعمل فلك عشان ربنا هيغرق الدنيا كلها بالمطر وناس كلها تغرق دعكوا علي الراجل ده يقول ربنا قال كده يلا توبوا تعالوا ورجعوا ما فيش فاين قاعد يعمل في الفلك مية وعشرين سنة وكل ناس معدية عليه وتضحك عليه ما حد عايدي يصدق الوحيد اللي طاوع هو نوح هو وعيلته هم اللي دخلوا الفلك ودول اللي ناجوا ليه طبعا بس هالموضوع عصلي واضح بلاش كده ابراهيم ابراهيم ربنا قال له سيب أهلك وعشرتك وناسك واطلع على الصحراء فين الله هقول لك عليه حلوحات ويقول لنا بولوس الرسول في رسالة العبرانية صح 11 إن ابراهيم خرج إلى حيث لا يعلم مش عارف وعيف ازاي وابناء كده بناء اللي اخرج أنا خرجت لو ما كان ابراهيم هتقول حاضر يعني سبت بقى بيتك اللي انت قعد فيه دلوقتي اطلع على الصحراء اللي جنبينا هنا وقعد هناك فين ومنا هتشاور لك وبعدين صلع فعلا ابراهيم في الصحراء قال له شايف ايه قدام وراء يمين شمال قال له رمل قال له كل بقى ده أنا حد هو لك وناس لك هيبقى زي الرمل ده قال له حاضر مصدق اه طبع مصدق ايه ده ايه اللي بيحصل ده ايه الناس الحلوة دي زي بتطوع ربان الدرجات لا اسمعوا دي بقى وابراهيم كمان بعد ما ابنا قال له انت عملت ليه العمدة بتاعت اسحاق دي انا قلتلك لا انا قلتلك باسحاق يدعى لك نسل ومشى اسماعيل وفضل اسحاق وكبر اسحاق بقى سنو يعني عدد تلاتين يعني راجل كبير قال له خد ابنك وحيدك حبيبك اسحاق وقدموا لي محرقة قالوا حاضر طب ازاي راجل كبير سنه اكتر من مية وتلاتين سنة ويطلع عشان يدب حبنه طب ازاي طب هو وجه على قلبه ما قالش لمراته طبعا هيقول لها ازاي ده حاجة ما تحتملش يعني وبعدين انت محتمل ازاي طب وبعدين الموعيد هتتب ازاي اللي ربنا قالها باسحاق يدعى لك نسل هل امن ان ربنا ممكن يقيم اسحاق من الموت ما نعرف ش اللي هو اهم حاجة طوع بنقل كده يبقى اسمع الكلام والسؤال ما زال يتردد لي وليك هل انت مستعد طوع طوع مين ربنا عشان ما تقوليش ما هطوع اي حد لا لا بقول ربنا ربنا يعني ايه يعني كتاب المقدس يعني تعاليم كنيسة يعني ابع اعترافك مش بقولك اي حد هتطوع هل مستعد الطوع راجع نفسك هو ده بقى لي خلي ربنا يدخل قلبك ويستريح جو قلبك ده التدريب اللي انت ممكن تتأكد منه من خلال قراءات والحان وتسبيح اسبوع الالام كله حتشوف الهنا الذي اطاع حتى الموت موت الصليب عشان يكون مثال لي وليكم لو احنا طوعنا هنجد كل شيء حيدخل الله الى قلبي ويملأ ويشبعني ويفرحني ويكون لي مكان معا في السماء لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والأبد ترجمة نانسي قنقر